بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا يا عبار السكري. النهاردة هنتكلم عن الانماب. يعتبر الدرس التاني. فضلش بس غير درسي واحد بس والدورة تنتهي. والانماب اصلا دورة بسيطة جدا مش تاخد منها تلات دروس. وده الترس التاني يعتبر. المرة اللي فات خدنا شوية سلايدز من اللي أنا عملتها. النهاردة هنكمل النص التاني من السلايدز. ومش هيبقى فضلنا اقل حاجات بسيطة بس. اا اول سناخده النهاردة هو الايه داش ايه? داش ايه هيعمل لي اجرس او عملية يعني ايه يعني بعفوية ايه مجمع لكل اللي انت تعرفه عن الهدف. سواء سواء اي حاجة عن هدف اجمعه. تمام? طيب تعالوا. نشوف كده في ده ده. هنعمل ايه? اول حاجة طلب مني في السيستم هنا. اني انا حط له الباسورد او اليوزر نيم او الي ام اس اف ادمن. برضو انا كده. تمام. اف كون فيك. اف كون فيك. بعد كده اقل لك طبعا هو مية واحد تلاتين زي ما الفاتت مش هيختلف يعني. سيب اتاكد بس مش اكتر. بعد كده هفتح عندي فيه جهاز او جهاز او جهاز او جهاز اي اكان بيجبع information gathering. هكتب دش واحد تسعة تنين واحد ستة تمانية. امتين خمسة تلاتين. تلاتة خانسة. بعد كده او محطط له واحد تلاتة واحد. انتر طبعا بيطول بقى معك جدا عما يجيب لك الانفورميشن كلها هسيبه براحته خالص يعمل اجريسيب اللي براحته ونشوف بقيت الايه الانفورميشن طبعا زي ما هشافين ايه داش ايه ده بيجيب كل حاجة طب ننزل لشيحك كمان داش او ده خاص بالاوبرايتنج سيستم بس بيجيب لك اوبرايتنج سيستم بتاع السيستم يعني مسلا اكتبت هنا مسلا انماب داش بس تكون اوب كابيتل تمام هتحط هنا واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية واحد اربعة خمسة طبعا متعود لواحد اربعة خمسة اصلا اي بيتغير فاقول ميتين خمسة وثلاثين بعد كده واحد تلاتة واحد وضغط انتر كده هيجيب لي بتاع الايه التارجت بتاعي طيب اه فتحنا الى كده مضبط من الاو قال لك رونينج يعني هو مشغل طبعا طبعا جاب لي اه البوردس المفتوحة ده اساسي تمام بس زي ما هاش شايفينه كده قال لك رونينج لينكس يعني الابراتنج سيستم بتاعه وقال لك ايه عو اس دي تيلز قابلك التفاصيل بتاعتك لينكس ايه اه اه two point six point nine تمام طبعا هو مجال اجيسنج او التخمين مش اكتر في بورت سكنر عندك في الميت سبلايت عادي ممكن تعمل بيه بس احنا نتكلم عن الانماب لانها اقوى وافضل تمام طبعا لسه الاجرس في اللي شغال ناخد كمان سلايت بيجيب لك بتاع السيرفز بيجيب لك سيرفزز بيجيب لك سيرفزز بيرجانز يعني بتاع السيرفزز بتاعتك كل بساطة ابدأ اضغط هنا كده نيو تريمنال او نخلينا في نفس التاب مش ايه مشكلة ونضغط اس في كابيتل او انتر كل بساطة بسرعة هيجيب لك كل ايه بتاعت السيرفزز الموجودة عندك في التارجت طبعا اجرس في اللي زي ما قطرتكو هتطول يعني ان هو بيجيب كل عن السيرفز زي ما هاشنا فين جابها كلها هنا هي تعالوا بس احنا نشوف هنا كده لسه برضو لسه بس هيها مش هتطول عادية في شئة مشكلة روح هنا كده ونشوف ده اللي جابها ليه بعد كده اول حاجة خالص هنا كده جال لك قال لك قال لك قال لك قال لك زي ما هاش شافين الجزء المتشفر او جزء المكتوب ده ده خاص بالتسي بي والاي بي فينجر برينتنج تمام يعني خاص بالاي بي فينجر برينتنج يعني الاي بي او المعلومات اللي بيخدها من الاي بي اا بيعمل فينتر برينتنج يعني تتبقى الاي بي قال لك اه خاص بالاباتشي اه وده برضو موجود قال لك انها موجود عنده اباتشي تمام قال لك هنا بورت ده مفتوح ده قال لك خاص بالبورتكول في اي دوت سري وده طبعا خاص بالاباتشي دايما بيبقى خاص بالاباتشي اه 800 او 8180 وده اه واحد اه طبعا قال لك ايه اه اه 8000 اه وي كتب 180 وقال لك اي تي تي بي برضو خاص بالاباتشي تومك ده انجين او خاص بالاباتشي اللي راحنا هنا شوفنا مسلا بورتوكول بتاعك لو راحنا هنا مسلا على ماسكول الانفو جاب لك ماسكول الانفو البورت اسم مفتوح ده الاساسي جابها لك كلها تمام حتى قال لك السيرفيس بتاعها يات السيرفيس بتاعها آآآآآ اه راحن هنا مثلاً اباتشي جاي بو برضو قل قلتلك الそれは بل 啊 Coll وباسم واؤلشان كده ما هو الفتوح فإم آشان كده يبقى ذالي a ss h مفتوح تمام والا بابرت 21 فتوح يبقى الف Dilma جاي باع الeftb ما هو الفتوح برضو هتلاقي الصامبة آآآآ عندك في LOS هتلاقي برضو فتح لك Spent لقدت انا جاي بعمق متى شوية تمام? جاب لك الماك قدرس صغيره. زي ما امسوا فين صنب اهي. تمام? او اس يونيكس. وكمان عمل لك تريس روت. يعني من الاخر جاب لك كل الخيارات كلها في الاغريسفلي. روح هنا كده في الورجنز. تمام? لو رحنا عندك كده مرجبش كل المعلامات اللي جابها هناك. بس جاب الورجنز هنا كلها. آآ جاب حاجات بسيطة لان انا قلت له بس. قال لك بدي الورجن بتاع الورجن بي. او بي وان برضو. او زي ما شايفين. آآ زي ما شايفين دي ايه بتاعتك. حتى لابتش لك اتش تي بي دي اتنين ضت اتنين ضت تمانية. يعني ده برضو اصدار من الابتشي. الصنبا. قال لك برضو الصنبا. زي ما انا شايفين كده دي معلومات اللي جامعها. تمام. ناخد كمان سلايد. اف ده بيديك معلومات بسيطة او زي ما احنا زي ما كتب لك كده مور فاست سكان يعني بيديك فاست سكان. ضغطي انا كده. وبدلت. يعني اعمل لي فاست سكان. تمام شايفين بسرعة جاب لي كل الانفورميشن عن السيستم. آآ بس مش كلها جاب بس بورتس مفتوحة عندي في السيستم. تمام. ممكن ناخد كمان سلايد بس انا مش عاوز اكتر عليكم. تمام. ولا اقول لكم ناخد كمان السلايد عشان الدرس الجاي ما يبقاش صعب او ما يبقاش تقيل علينا ويبقى درس خفيف. نعمل كلير. تمام. قافل ده كمان. لو انا معاوز ا اه اتشك على بورت واحد مفتوح ما اللي يكون انا عاوز اتشك على بورت اتنين وعشرين الخاص بالاس اس اتش. فاكتب مسلا تمام داش بي بورت بتاعي اقول له اتنين وعشرين. وبعد نحط كده الهدف الهدف بتاعي اللي هو واحد تسعة اتنين. واحد ستة تمانية. ماشي. ماتين خمسة وثلاثين واحد تلاتة واحد. زي ما شايفين قال لك مفتوح. اهو. طيب انا عاوز اتشك على الاقتر من بورت. قط له البورت اتنين وعشرين. وشوف لي كمان البورت بتاع واحد وعشرين. اضغط انتر. قال لك مفتوح. يبقى انت بتحط ايه. العلامة دي بس مش اكتر. دي. وبتحط بعدها. اي بورت تالت انت محتاج. تمام. فيش اي مشكلة. ممكن تبحث عن كمان. يعني بدل ما تكتب اتنين وعشرين. انا ممكن اكتب هنا كده. تمام. وضغط انتر. زي ما انا شايفين. مفيش اي مشكلة. ممكن تبدلها. تكتب بس اسم الخدمة لو انت عارف. اسم السيرفزيس. وهي بحس عنها لوحده. مش لازم تكتب بورت المفتوح بها او بورت بتاح. وليكن مسلا تعالوا نقرب اتش تي تي بي. اكبر سنقوله هنا اتش تي تي بي. تمام. خليها مسلا بورت اي اربعة اربعة خمسة ونشوف مفتوح ده ولا مش مفتوح. زي ما شايفين قال لك بورت اربعة اربعة خمسة اوبن. دخص بماكروسوف دي اس. بورت اتش تي بي. اللي هو ده. برضو ده اتش تي بي التمانين اوبن. والبورت اتش مفتوح. اه لحد هنا كفاية قوي. عشان بس ما نتقلش عليكم. اه كان معكم عبدالله السكري. اه لكي تشرار اه ليه اه جريك اكاديمي. وطبعا عندنا جروب بتاعنا. وصفحتنا اتمنى اه تعمل لايك للفيديو وتشايره والناس اللي ما تساجلتش لسه على القناة او اه ما عملتش اشتراك على القناة. تشترك على القناة. تمام? عشان بس عاد المتابعين يزيد. ويبقى ده حافز ليه ان انا اعمل شروحات. طبعا المجال انا عارف ان المجال ما فيش حد كتير بينجاز بنحيطه. تمام? زي البرمجة. بس هقول ان هندرس فيه حاجات جميلة جدا. حتى البرمجة هندرس فيه برمجة وهندرس فيه الشيل سكريبتينج او الباتش سكريبتينج والباتش سكريبتينج لان ان شاء الله الدروس الجاية تتكلم عن الباتش سكريبتينج لغة الويندوز او لغة الشيل سكريبتينج خاصة بالويندوز وهنتكلم كمان عن الباتش او الباش سكريبتينج في اللينوكس هنتكلم بلض عن الشيل سكريبتينج في اللينوكس هنتكلم عن الاتنين سواء في اللينوكس او في الويندوز. هتحسه باختلاف كبير جدا في عميات البرمجية وهنبدأ نعمل برمجيات لمحافات خبيثة ونشوف الانتفارس هامي التاجشن ليه ولا يعني لسه بدري آآ ثانية الناس اللي بتدور على برمجة الصغرات هقول لك انت متسرع جدا 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 انت لسه آآ دوبك ما اخدناش غير بس الميت اسبوليت او ما اخدناش حاجة آآ متطورة جدا في عميات البيتش انتستينج نحن كلنا اخدنا درسنا الميت اسبوليت ومجموعة دورات كنت حديتها اللي هي خاصة بالويب شيل باتش بي كنا مبرمجها برضو وانا كلمنا عن كماند لاي لينكس انت بتقول بدائيات مش اكتر الان ما بلسه واخدنها يعني لسه هاكي كتير بس انا هبدأ اقول لك الشيل سكريبتنج والباش سكريبتنج هنستشغل عليهم بازن الله في درس اللي جاية بس اخر درسنا هو ودوراتنا الجاية هي آآ زي ما قلت لكم كده ودوراتنا الجاية هي اللي هتكون مهمة جدا جدا بالنسبة للباتش او الباش سكريبتنج كل واحد قال لي اختلاف من الباتش والباش لان ممكن في واحده يقول لك ايه الباش وايه الباتش اقول لك الباتش ده بتاع الويندوز والباش ده خاص بلينوكس شكرا لكم كان معكم عمضالة السكرية اتمنىكم درس عليكم